السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم أصدقائي في مادة النشاط العلمي للمستوى الثاني ابتدائي رقم الصفحة 14 إذن وصلنا إلى الحصة الخامسة عنوان الدرس هو هل تكفي حاسة واحدة للتواصل مع المحيد؟ المعنى وش يمكن الحاسة واحدة أنها تمكنني باش نتواصل مع المحيد ديالي إذن لدينا أكشف عن استعمال أكثر من حاسة للتواصل مع المحيد وأنجز تجارب الكشف عن استعمال أكثر من حاسة إذن هذا هو ما سنتعلمه في هذه الحصة ألاحظ لدينا صورتين الصورة الأولى سوق الخضر إذن سوق الخضر عندما أريد أن أشتري فاكهة ما أو خضرا فإنني أستخدم العديد من الحواس مثلا أستخدم البصر أستخدم اللمس وأستخدم السمع وأستخدم الكلام إذن فأنا أقوم باستخدام حاسة بصر أستخدم حاسة اللمس أستخدم حاسة السمع وأستخدم حاسة كلام الصورة الثانية المساعدة على المرور إذا لاحظوا أن هنا امرأة تريد أن تقوم بالمرور في الطريق وهناك من يساعدها بطبيعة الحال لكي تقوم بذلك فهي تقوم بتوظيف أكثر من حاسة من أجل أن تعبر الطريق في أمان إذن السؤال الذي نتساءله هو كيف تتكامل حواسي لأتواصل مع محيط بمعنى كيفاش كتكمل كل حاسة الحاسة الأخرى يعني كيكون هناك واحد تكامل بالحواس وهذا الشيء اللي كي خليني انتواصل مع المحيط ديالي أقترح جوابا إذن الجواب الذي نقترحه هو أستعمل أكثر من حاسة لأتواصل مع محيط الجواب هو استخدام أكثر من حاسة يعني ممكن ليش نستخدم حاسة واحدة باش نتواصل مع المحيط ديالي ولكن خصني نستخدم أكثر من حاسة إذا رجعنا للصور هات السيدة التي تريد أن تعبر الطريق فهي تستخدم أكثر من حاسة الآن ننتقل إلى أنجز بالنسبة لأنجز أقلد الرسمة مع زميلي لأكشف الحواس المتدخلة من طرف التلاميذ أثناء الإملاء إذا لاحظوا لدينا صورة طفل يقوم بكتابة ما يملع عليه إذا لدينا ثانيا أملأ الفراغات بما يناسب أثناء الإملاء استعملتم إذا نقوموا بهذه التجربة يعني شخص ما يقوم بالإملاء نص عليكم وأنتم تقومون بكتابته يعني تكتبون ذلك الشيء لك تسمعون والجواب هو أن تجيبوا بالحواس التي قمتم باستخدامها أثناء الإملاء إذا ما هي الحواس التي استخدمها هذا الطفل الذي يوجد هنا في الصبور إذا لدينا أول حاسة هي حاسة السمع إذا نستمع إلى الأشياء التي تملع علينا هذه الحاسة الأولى الحاسة الثانية هي حاسة اللمس إذا أستخدم القلم إذا أحمل القلم وأستخدم حاسة اللمس الحاسة الثالثة هي حاسة البصر يعني أنظر المكان الذي أكتب فيه الإملاء إذا أستخدم ثلاث حواس قلنا حاسة السمع حاسة اللمس وحاسة البصر إذا إذا قمتم بهذه الجريمة سوف ترون بأن الحواس التي تستخدم هي هذه الحواس الثلاث أنمي رصيدي لدينا صوق الخضار والفواكه التربية الطرقية التواصل مع المحيط إذن هذا هو المعجم الذي لدينا في أنمي رصيدي ننتقل إلى استخدف إذن ما هي الخلاصة التي حصلنا عليها نقول تتطلب بعض الأنشطة أكثر من حاسة إذن السمع اللمس البصر الشم وهذا ما تعلمناه في هذا الدرس إذن بعض الأنشطة تحتاج إلى أكثر من حاسة قد نستخدم حاستين قد نستخدم ثلاث حواس وقد نستخدم أربعة حواس الآن ننتقل إلى أتبت إذن في أتبت سوف نرى بعض الأنشطة التي يتم استخدام فيها أكثر من حاسة واحدة إذن لدينا أحدد بالنسبة لكل صورات الحواس المستعملة إذن كل صورة نحدد الحواس التي استخدمت وكما أشرنا قلنا بأن بعض الأنشطة نستخدم فيها أكثر من حاسة واحدة لأن نأخذ الصورة الأولى الصورة الأولى الصورة الأولى هذا الطفل يأكل قطعة من فاكهة من البطيخ يأكل وهو في مبتسم يعني تظهر على وجهه علامات الفرح والسرور إذن ما هي الحواس التي استخدمها نقول أستعمل إذن الحاسة الأولى حاسة النمس لاحظوا اليدين والبصر إذن ويجب أن ينظر إلى ما يأكله إذن فالبصر هنا ضروري في أثناء عملية الأكل رغم أن الصورة يظهر بأن عينيهم مغلقتين ولكن في الأكل نحن نستخدم البصر وكذلك الضوق إذن يتذوق الطعام إذن حاسة الضوق إذن هنا ثلاث حواس الصورة الثانية لاحظوا أن طفلة تعزف على الموسيقى على آلات الموسيقية إذن أستعمل اللمسة إذن هنا تلمس وأستمع تسمع إلى تلك الأصوات التي تخرج من تلك الآلة الموسيقية هي تلمس البيانو وتلك الموسيقى التي تخرج من البيانو هي تستمع إليها إذن هنا حاسة اللمس وأستمع الصورة الثالثة والأخيرة إذا لاحظوا طفل يحمل زهرة ويقوم بشم الزهرة إذن يشم الزهرة إذن أستعمل إذن حاسة الأولى هي الشم إذن هو يشم والبصر رغم كذلك أن الأعيون مغلقتين ولكنه ينظر سوف يحتاج في وقت من الأوقات أن ينظر إلى الزهرة لأنه سوف يحملها وكذلك اللمس سوف يستخدم يده وكذلك يستخدم حاسة اللمس إذن لاحظوا أن لدينا ثلاثة أنشطة في كل نشاط من الأنشطة الثلاث استخدمنا أكثر من حاسة في الصورة الأولى استخدمنا ثلاثة حواس في الصورة الثانية استخدمنا حاستين وفي الصورة الثالثة استخدمنا ثلاثة حواس وكل حاسة تكمل الحاسة الأخرى وهذا ما بدأنا به هذه الحصة إذن قمنا بتعرف على أن الحواس تكمل بعضها البعض الآن وصلنا إلى المعجم معجم عربية فرنسية إذن لدينا كلمة بالعربية محيط وما يقابلها بالفرنسية هو انتغاج إذن محيط هو انتغاج تواصل تواصل كوميليكاسيون إذن تواصل كوميليكاسيون وإلى هنا أعزاء التلاميذ نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو الذي خصصناه للصفحة رقم 14 وعنوان الدرس هو هل تكفي حاسة واحدة للتواصل مع المحيط الآن أترككم في أمان الله وإلى اللقاء في حصة قادمة إن شاء الله اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر